وللمزيد حول المهرجان ينضموا لنا مباشرة من العالمين الجديدة مرسل تفزون مصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية صف لنا الأجواء لديك نعم يوسف تحية لك ولأدى بالفعل أنا موجود في مدينة العالمين وتحديدا أمام منطقة الأرينة هذه المنطقة التي شهدت أمس حفلا ضخما لعدد من الفرق الغنائية وأيضا مطرب راب ويجز كان هناك حضورا جماهريا كبيرا من قبل جمهور المهرجان وزوار مدينة العالمين الجديدة الذين جاءوا خصيصا لحضور هذه الحفلة اليوم أيضا تقام حفلة كبيرة لفرقة شرموفرز ولكن في مسرح العالم عالمين لا يبعد كثيرا عن هذه المنطقة التي أتواجد فيها الآن وهناك أيضا حضور وإقبال جماهير كبير حيث بدأ المسرح في استقبال المواطنين من الساعة السادسة مقرر أن تنطلق الحفلة أيضا في حوالي الثامنة والنصف وتستقبل فرقة شرموفرز التي أيضا تقدم مجموعة كبيرة ومختلفة من الأغاني الشبابية باختصار يوسف هذا المهرجان تنوعت بالفعل فعالياته وكان هناك أيضا مختلف الأزواق سواء للفعاليات الرياضية مثل منافسات الكرة الشاطئية التي افتتح بها هذا المهرجان في الرابع عشر أو في الثالث عشر من يوليو الماضي وأيضا كان هناك فعاليات طرفهية وفنية وأيضا كان هناك بطولة الجود بالإضافة إلى عروض الأزياء كان هناك أيضا عروض أزياء من البيوت الموضة العالمية شاركت في هذا المهرجان وبالتالي نتحدث عن حدث ومهرجان عالمي كبير تشده هنا مدينة العالمين الجديدة اليوم هو الحفل الختامي لفعاليات هذا المهرجان الذي استمر على مدار 52 يوما متواصلة ما بين فعاليات مختلفة ومتنوعة للغاية نتابع معكم فعاليات هذا الحفل الختامي وهذا اليوم الختامي لفعاليات ومهرجان العالم عالمين من مصرح العالم عالمين الذي لا يبعد كثيرا عن هذه المنطقة نعم زميلي أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة